درسنا اليوم سوف يكون عن النشر والتعميل. لفهم هاتين العمليتين سوف ننجز بعض الأمثلة. مثلا نبدأ أولا بالنشر. عندي A تساوي ثلاثة X في X زائد أربعة. وطلب مني أن أنشر هذه العملي. ماذا أعمل؟ سوف نقوم بضرب ثلاثة X في X ثم ثلاثة X في أربعة. ثلاثة X ثلاثة X في أربعة تساوي ثلاثة X في يعني ثلاثة اكس اثنان يعني اكس في اكس اكس اثنان زائد ثلاثة اكس في اربعة يعني اثناشر اكس اذا قمت بنشر اه ممكن ان اخذ مثال ثاني مثلا ناقص اربعة في سبعة ناقص اكس ممكن ان توقفوا الفيديو حتى تنجزوا هذه العملية ثم تطلعوا على الجواب عندي بي تساوي ناقص اربعة في سبعة ناقص اكس لنشر بي اقوم بنقص بي ضرب ناقص اربعة في سبعة احتفظ بناقص هنا ثم ناقص اربعة في اكس قمت بدرب ناقص اربعة في سبعة ثم ناقص اربعة في اكس ناقص اربعة في سبعة احتفظ بناقص هنا ثم ناقص اربعة في اكس الجواب سيكون ناقص تمانية وعشرون ناقص ناقص اربعة اكس ناقص اربعة في اكس ناقص اربعة اكس يساوي ناقص تمانية وعشرون زائد اربعة اكس. هذا مثال ثاني بالنسبة للنشر. ناقص ثمانية وعشرون زائل اربعة اكس. ممكن ان نقوم بعملية ثالثة وهي مثلا خمسة في اثنان اكس ناقص ثلاثة ناقص سبع اكس. اسمي مثلا لعملية السي. اذا النشر سوف نقوم به هنا. خمسة في اثنان اكس ناقص خمسة في ثلاثة ثم ناقص سبع اكس. اذا عندي خمسة في اثنان اكس. احتفظ بناقص خمسة في ثلاثة ناقص سبع اكس. اذا خمسة في اثنان اكس. عشرة اكس. ناقص ناقص خمسة عشرة ناقص سبع اكس. تساوي عشرة اكس. اضع بجانبها ناقص سبع اكس لكي يسول الحساب. ناقص خمسة عشرة. عشرة اكس ناقص سبع اكس. تلاتة اكس ناقص خمسة عشرة. تساوي تلاتة اكس ناقص خمسة عشرة. ممكن ان نكتب مباشرة دون كتابة هذا السطر. مباشرة. نفس الشيء. هذا السطر ممكن ان نكتب مباشرة خمسة في اثنان اكس عشرة اكس. ناقص خمسة في ثلاثة خمسة عشرة. ناقص سبع اكس. عشرة اكس ناقص سبع اكس. تعطيني ثلاثة اكس. ناقص خمسة عشرة. هذا هو جواب للس. الآن نمر إلى التعميل. التعميل هو ان نجد عالي المشترك. مثلا. نأخذ عندي مثلا تساوي خمسة اكس ناقص اكس. وطلب مننا ان نعمل هذه العملية. هذه عملية بسيطة يعني نلاحظ خمسة في اكس هنا اكس. اذا كأنه عندي خمسة في اكس ناقص واحد في اكس لكي نشرح يعني للتبسيط فقط. العامل مشترك هنا ما هو هو اكس. اكس هو عامل مشترك اجده هنا. واجده هنا. اذا اكس وافتح قوس. في ماذا اضرب اكس لكي اجده خمسة اكس. في خمسة اكس في خمسة او خمسة اكس. احتفظ بناقص. في ماذا اضرب اكس لكي احصل على اكس او على واحد اكس. اذا في واحد. هذا هو التعميل. يعني هذه عملية جد مبسطة. ممكن نرى عمليات اخرى. مثلا عندي. تسع اكس. تسع اكس مربع. ناقص. تلاتة اكس. ما هو العامل المشترك هنا. نسميها بي. تلاتة اكس مربع. ممكن ان نكتبها. تسع هي تلاتة في تلاتة اكس. اكس في اكس. انا امر بهذه المرحلة لكي تفهموا اكثر. ناقص. تلاتة تلاتة في اكس. اذا ما هو العامل المشترك هنا. اذا لاحظتم. العامل المشترك هنا هو تلاتة اكس. تلاتة في اكس. ممكن استغناء على عملية الضرب. اكتبوا مباشرة تلاتة اكس. لانا جاءت قبل حرف. حرف لي هو اكس. اذا تلاتة اكس. وافتح القوس. تلاتة اكس. في ماذا اضربها لكي احصل على تسع اكس مربع. اضربها. اه ثلاثة اكس. بقي عندي هنا ثلاثة. وبقي عندي هنا ضرب اكس. ناقص. عندي ثلاثة اكس. كأنه واحد في ثلاثة اكس. اذا عندي ثلاثة اكس. بقي عندي هنا واحد. وهذا هو التعميل بالنسبة لي بي. ممكن ان نرى عمليات اخرى يعني اصعب من الامتلة التي رأيناها اليوم. ان شاء الله. والسلام عليكم.